أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام حرص الوزارة على تنظيم المزيد من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة لإعداد الكوادر الإعلامية الوطنية أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام على اهتمام الوزارة بسقل المهارات الفنية والمهنية والمعرفية للكوادر الإعلامية الوطنية وتأهيلها للمشاركة بكفاءة وفعالية وتنفسية في سوق العمل بما يسهم في الارتقاء بالرسالة الإعلامية ومواكبتها لمسيرة الإنجازات التنموية والحضرية المتواصلة خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة جاء ذلك لدى استقبال سعادة وزير شؤون الإعلام وبحضور سعادة السيد عبد الرحمن محمد بحر وكيل الوزارة وستين شابا وفتا من طلبة وخريجي الجامعات الوطنية المشاركين في برنامج التدريب الإعلامي الاحترافي الشامل الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع تمكين وبالتعاون مع معهد الإعلام الأردني وذلك بمقر استوديو الإنتاج داخل وزارة شؤون الإعلام حيث اطلع سعادته على المشاريع المقدمة من المتدربين في مجال الإنتاج التلفزيوني وأعرب الرمح عن إعجابه بالمشاريع الشبابية المتميزة في مجال الإنتاج الفني والتلفزيوني والتي تكشف عن مواهبهم الواعدة واستفادتهم من البرنامج التدريبي على مدى شهرين متواصلين في استوديوها التلفزيون البحرين مؤكداً أثقته الدائمة في الشباب وقدراتهم الفنية وأفكارهم الإبداعية استرشاداً بنهج القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك المفدى وحكومته الرشيدة في الانحياز للشباب ودعمهم وتأهيلهم لتحمل المسئولية في مختلف مواقع العمل والإنتاج والميادين السياسية والاقتصادية وتوجه سعادة الوزير بخالص الشكر والتقدير إلى صندوق العمل تمكين على إسهاماته في تمويل هذا البرنامج الاحترافي وما يقدمه من فرص متميزة لجعل الشباب البحريني الخيار الأنسب في سوق العمل ترجمة نانسي قنقر